تصريحات متضاربة بين التحالف العربي الذي تقوده السعودية وبين الرئاسة اليمنية تتعلق بمستقبل الحل في اليمن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال إن الخيار العسكري لن ينهي الأزمة في اليمن وإنه لم يكن خياراً لبلاده ثم عاد ليناقض نفسه في الجملة التالية حين اعتبر السلاء ميليشيا الحوثي على اليمن بدعم من إيران يهدد المنطقة الوزير السعودي أكد في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة دعم بلاده للعملية السياسية في اليمن التي لم تفلح أي جهود دولية وإقليمية في إعادة الروح إليها أو حتى التواصل لما يشبه حلاً متوافقاً عليه في الوقت الذي كان الجبير يلقي كلمته تلك كان الرئيس عبد الرب منصور هادي يطل عبر شاشة قناة الحدث السعودية لينفي كلاماً أول مؤكداً أن الحل العسكري هو الأرجح للأزمة اليمنية المتصاعدة منذ ثلاثة عوام في ظل تعنت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وسرد هادي جملة من العراقيل التي تضعها الميليشيا أمام عربة الحل أبرزها رفض الخطة الأممية لتسليم ميناء الحديدة لطرف محايد لإدارته بإشراف أممي وتوريد إيرادة الميناء إلى فرع البنك المركزي في الحديدة نقطة الاتفاق بين هادي والسعودية كانت تتعلق بالتهديد الكبير الذي مثله الإنقلاب المدعوم من إيران باعتباره يشكل تهديداً لأمن واستقرار اليمن والمنطقة ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها التباينات بين الجانبين خصوصاً مع هيمنة الجانب السعودي على تحركات وأداء الحكومة اليمنية ووضع اشتراطات مسبقة تتعلق بأدائها السياسي والميداني ليست السعودية اللاعب الوحيد في الداخل اليمني فهناك أدوار متقاسمة بين الرياض وطهران وأبو ظبي فيما تستمر شرعية هي الطرف الأكثر ضعفاً يرى كثير من المراقبين أن وجود هذا البون الشاسع بين الرؤيتين للحل في اليمن بين الرئاسة اليمنية والتحالف يكشف عن مدى الهوة وعدم وجود تنسيق أو رؤية موحدة للحل الأمر الذي من شأنه استمرار التخبط والفشل في إنتاج حلول الناجعة للأزمة اليمنية التي يبدو أنها سقطت في غياه بنسيان وتوزع العالم أجزاء خارطة الحل المبعثرة